تشهد الجزائر في الآوينة الأخيرة ارتفاع قياسي في عدة الإصابات بفيروس كورونا ومع هذا الارتفاع كان الجميع ينتظر إغلاق المدرس حفاظا على صحة التلاميذ والأسرة التربوية ولكن وزارة الصحة فصلت وأكدت اليوم الجمعة على لسان رئيسها بن بوزيد والذي كشف بدوره أن دخول المدرسي ليس له علاقة بارتفاع الإصابات بالفيروس ولا يمكن غلق المدارس وأنه على اتصال بوزارة التربية التي أكدت بدورها أن الإصابات ليست عالية بالمدارس مقارنة بالقطاعات الأخرى مشيرة إن أن الإصابات في الوسط المدرسي تقدر بصفة فصل ثمية بين الأساتذة والتلاميذ تصريحات وزارة الصحة مع وزارة التربية وأيضا لجنة العلمية التي أكدت بأن المدارس مستحيل إغلاقها خصوصا أنهم قد قالوا بأن الإصابات سترتفع أكثر فأكثر وبهذا قد تم إطلاق رصاصة الرحمة على آخر آمال إغلاق المدارس وفي سياق آخر بخصوص الحجر الكلي أيس الوكالة للأمن الصحي كما السنهاجي أن الأمر مقلق جدا وسيتم تجديد إجراءات الحجر الصحي أكثر فأكثر إذا استمرت الإصابات في الارتفاع منلمحا إلى عودة الحجر الكلي على بعض الولايات التي تشهد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات على غرار وهران والعاصمة وولايات أخرى ترجمة نانسي قنقر